من المقرر أن يسلم الأمن العام اللبناني أربعة موقفين في جبهة مصرى سابقا جبهة فتح الله الشام حاليا في إطار شرط جديد بصفقة بين مليشيا حزب الله اللبناني والجبهة وأفادت مصادرنا في بيروت أن الموقفين الذين سيتم تسليمهم خلال الساعات القليلة المقبلة ثلاثة سوريين ولبناني كانوا في سجن رومية في لبنان